صريح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحلف الأطلسي بسبب إجراءاته الاستفزازية بعد تصدر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء موقع تواصل الاجتماعي تويتر في السعودية وذلك بسبب استمرار حالة الترقب والمخاوف من أقدام روسيا على غزو أوكرانيا وما ستكون عليه ردت فعل الغرب وأمريكا والأمن العالمي إليكم ما قد لا تعرفونه عن الرئيس الحديدي يشغل الرئيس الروسي رأي العالمي باستمرار إن كان لجهة سياسة بلاده ودورها الكبير والمؤثر في الخارطة السياسية أو لفرادة شخصيته بوتين المولود في مدينة سانت بوتروسبورغ الروسية عام 1952 يتحدث سبع لغات بطلاقة وهو الرئيس الأكثر إلماما بلغات أجنبية بين الرؤساء في العالم بحسب موقع المواطن دوت نت وقد أبهر الجميع بقدراته في اللغة الألمانية ذلك كونه عامل في بلادهم طوال سنوات شبابه مع جهاز كي جي بي الاستخباراتي روسي كما أنه يوجد الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى اللغتين البولندية والأوكرانية ولاحظوا في أرمينيا حين زارها أنه يفهم لغتهم وملم بالكثير منها لذلك يقولون احذر من أن تتفوه شيئا بلغتك أمام بوتن فقد يعلم ما تقول عن حياته الشخصية ودراسته فهو متزوج ومطلق وقد أنجب من هذا الزواج ابنتين خريج حقوق من جامعة لينجراد وكان جده يعمل طباخا لأبرز قيادات السوفيات أيلينين ومن بعده ستالين وعلى خط الأزمة الأوكرانية فهي ليست شديدة الحداثة إنما يبدو أن الطموحات التوسعية لدى القيصر الروسي قديمة العهد حيث حضر بوتن مسيرة لدراجة نارية في شبه جزيرة القرن في آب 2019 ما اعتبرته أوكرانيا يومها انتهاك صارخ لسيادة بلادها وبالحديث عن الفعاليات الرياضية فقد حرص بوتن في حقبة السنوات الأخيرة على إظهار نفسه بصورة الرجل القوي الذي يمارس أكثر من هواية رياضية بحرفية ويرود أشرس الحيوانات منها الضب القطبي الروسي رغم أن سنه قد وصل عتبة السبعين ابن البيت الفقير الذي نشأ مع والديه في شقة من غرفة واحدة وكانوا يتشاركون المرحاض مع عائلات أخرى تفصيلهم عنهم جدران من الكرتون فقط تدرج من ضابط في المخابرات الروسية إلى رئيس الدولة وصارت تقديرات حجم ثروته تتفاوت حيث ووفقا للرواية الرسمية فإنه يمتلك شقة صغيرة ومرأبا وعدد سيارات فقط لكن أحد التقديرات تقيم ثروته بما يصل إلى 200 مليار دولار وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الكراملين ترجمة نانسي قنقر